ازدل الستار على الولاية التدريبية الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك بعدما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالطراضي في ظل سوء النتائج الفترة الماضية سواء محليا أو قاريا واتفق المدرب الفرنسي مع إدارة الزمالك على تخفيض الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد والبالغ شهرين من قيمة راتبه إلى شهر واحد لتنتهي بذلك رسميا الولاية الثانية للديك الفرنسي مع الفارس الأبيض وقاد كارتيرون الزمالك مرتين المرة الأولى في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 وفز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي قبل أن يعود في مارس الماضي ويتولى المسئولية خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو ويقود الفارس الأبيض للفوز بدرع الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه رحيل كارتيرون فتح الباب أمام الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي فهل سيتم التعاقد مع مدرب سبق له العمل في مصر مثل ما تشير الترشيحات؟ أم سنرى مدربا جديدا على الكرة المصرية؟ هذا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينورني مرة أخرى في هذه الفقرة المحببة دائما إلى قب نجم من نجوم نادي الزمالك والصفوكين وطبعا الاتحاد أسكنداري الكابتن الكبير كابتن يوسف حمدي كابتن يوسف دائما مشرف ودائما من أولا أهلا بك يا كريم ده نورك حبيب أخبار حضرك إيه؟ الحمد لله كله كويس الحمد لله النهاردة خلاص صفحة كارتيرون أغلقت تماما تماما مش عايز أقولي لأبد عشان ما نعرفش بكرة فيه بس أغلقت على الأقل الفترة داية بشكل رسمي يعني هو من وضح الفترة الأخيرة أنها كانت لازم مع تغلق ويمكن اتأخرت كمان يعني يمكن هو مستر كارتيرون السنة دي مع نزل مالك في البداية خالص ما كانش بركز قوي كان حاسس بقوته بعد الدوري أنه هو بداية الموسم كمان كان بادئ من غير جهاز فني بالكامل كان هو اللي بيعمل كل حاجة وده كله طبعا مصصح في بداية الموسم يمكن كمان حالة التعصر اللي حصلت في برات النادي الأهلي ومبرات البنك الأهلي خمس نقاط فرق ما بين وما بين النادي الأهلي على المنافسة على الدوري في بداية الموسم ما حصلتش قبل كده والمفروض أنه هو كان معدل بعيد يعني لغاية ما النادي الأهلي تعادل مع فيوتشر وبقى الفرق ثلاثة بنت وبعد كده يتحليهم هما الفرصة تاني في مبارات اللي سموح بقى الفرق ثلاثة بنت تلاث مبارات الأخار بيقولوا أن الرجل مش هو مش مستريح ومش عايز يمشي وتقريبا هو اللي حط نفسه في الدائرة المغلقة دي ما يعني شبهم وصودة أو عدم تكون وصودة لكن تشكيلاته وتغييراته وتركيزه في المباراتين أو في البطلتين سواء أفريكيا أو الدوري أو كمان معهم كاسر رابطة آه يعني كاسر رابطة احنا قلنا مثلا إيه ناس كتيرة دورت على مبارات لمستر كارتيرون لكن هو كان تشكيل أساسي كريم يعني من كالأهلي كان عنده لعيبة ناشيين كتيرة بيلعب نادي الزمالك كان كل اللي بيلعب لعيبة أساسية المفروض إن هي لعيبة كبيرة في نادي الزمالك والصف التانية أو نقول الصف الأول فيهم عناصر كتيرة يعني كان موجود يوسف أماما وكان موجودش كبالة على فترات آه كان موجود عمر السعيد لا لعيبة كلها كانت في التشكيل الأساسي يعني فهو مهتمش بكاسر رابطة وبعد كده انعكس على بطولة أفريكا على بطولة الدوية طيب كانت رؤوني كان واضح زي ما أنت قلت إنه مش مركز خلينا نقول مش مركز أحسن مش مركز مع الفريق فيه ناس تانية تقولك طيب واللعيبة كانت فين؟ معلش يمكن أنا هقولك على حاجة طيب هو هو آه مش آه مش مركز اللعيبة عليها دور لكن هو الفترة اللي فاتت كان واضح جدا إنه الدور الكبير عليه صح طب يعني إيه علاقت مثلا إن أنا أجي في يوم وليلة لعب عبدالله جمعة بك ريت طب هل إنت هتلوم اللعب فبتلعبه في مركز زي ده ولعب بيلعب برجله الشمال لما جبت يوسف أمامة في مبارات سموحة ولعبته من بلاي ميكر أو صنع لعاب أو لعب رقم عشرة بيكمل جواة 18 ويجيب أهداف وتلعبه ديفندر أو لعب رقم 8 مطلوب منه إنه هو يقطع ويستحوز ويبدأ هجمه إيه علاقة دي بالراجل أما يجي في يوم وليلة هو كمان تصريحاته اللي صرحها بعد مبارات بيتل وقت كتكو لما طلع قال إن اللعيبة الدولية مجهدة اضطرته إنه هو يثبت للناس إن كلامه صح فرح جاي مغير التشكيل كله في مبارات سموحة عشان لو كان لعب بنفس المجموعة كان ناس كتير هتقول للرجل ده بيتكلم من يومين ثلاثة بيتكلم على إن لعبه مجهدة وبيلعبها فرح جاي عامل الخطأ الأكبر أما تتكلم على لعبه مجهدة يبقى أنت لعب لعب في كاس أفريقيا على أقل لتلاتة أربع مبارات متواصلين مفيش حد عملها من نازل زمالي غير فتوح وقلوا إنشاء على فترات وزيزه وكان بين 0 ساعة أو 3 ساعة تغييره لأبو جبل بيأخطاء كلها متكررة تثبت إنه هو النسبة الأكبر ناحيته هو مش ناحية اللعبة أبو جبل مفيش حارس مرمى بيحصل له عملية إيجهات كامل زي ما حصل في المبارات بيطروا أتلتك ورح جاي مطلعون نصور والمركز ده كمان بيحتاج استقرار دايما سواء ده أو كمان رأس حربة دايما المكانين دول أنت عايز تجيب جون فلازم المهاجم يأخذ المكان ده ويبقى عايز يجيب هداف وده اللي حصل مع محمد شريف محمد شريف بيقعده على المكان ده فترة طويلة أو على فكرة أثرت معه أبو جبل حالته الفنية أو البدنية واستقبال الناس لي سواء جماهيريا أو إعلاميا كانت تسمح له إن هو حتى لو مجهد كل الدك أنا يتعبط أنا باستقراب له في قصة أبو جبل وعواد دي حاجة من الحاجات اللي هي تحط عليهم ألف علامة استفهم هو مش الراجل خلاص بس يعني إيه توقع التغير في حراس المرمى بتوعك وإنت عندك اتنين حراس أنا فيعمل إنت عندك اتنين حراس مرمى كبار بس أبو جبل زي بيقوله كده في أعلى مستوى لي ممكن يعني من فترة وقبل كده كمان يعني حتى في وجود جنش وفي وجود محمد صبحي أربع حراس مرمى عالين جدا يعني ممكن أنت زي مالك السيل فاتت بيتحسد على مركز حراس المرمى لكن هو المركز ده دايما أنت لازم تثبت فيه واحد بيلعب بشكل كويس أوي لقدر الله حصل إصابة أو حصل إيقاف بينزل اللاعب التاني ولما بيمسك في الفرصة بيكمل عواد لعقة مفيش حد يقالخ خلص من إمكانياته لكن زي ما بقولك أنت بتستغل مع نويات لعب جاية مرتفعة جدا وظهر بشكل كويس في المباريات حتى في مرات يطرق أتلتكو هو ما كانش ليه دور في التعادل مثلا فكان لازم يكمل دي حاجات كتيرة هو عملها فجأك بعد كده قلنا قبل كده لما ييجي مدير فني يغير طريقة أنت محتاج فترة طويلة جدا عشان تقدر تغيرها وفترة التوقف لا ومش بس كمان كده أنت عايز فترة تبقى أنت مستقر فيها على مستوى النتائج وابدأ أغير تمام هو لما جيه غير أولا التشكيل عبعد عن الطريقة دلوقتي وأرجع لك نادي سموحة أولا أنت بتلعب فريق منظم جدا وأنا مش أغير تشكيل بلعب في كاس مصر مثلا مع فرقة في الممتازبة أو فرقة في ترتيبها في الجدوى الولاي أنت بتلعب دوري مع فريق مركزه الرابع مع مدير فني مستقر مع مدير فني منظم جدا مع مدير فني عنده عناصر لعيبة كويسة بتقدر تدفع كويس وبتقدر تعمل هجمة المتدى اللي هي هتعملها قدام للزمال فأنت مدرستش حتى المنافس ودي فعليهم أن أنت عندك ضغوط كمان فرق النقاط بينك ومن الدعش أن أنت ضغوط أيها كمان وكمان طالع من ضغط تعادل مع فريق بيترات لتك فأنت كل ده عملته قدام مدير فني كبير وأنا قلت قبل جدا حتى أنا كنت معاك قبلها كريم قلت أن هو مباراة مدير فني مع مدير فني وفي مباراة بتبقى لعيبة مع لعب فهدي أدي نقطة جيت بعد كده عملت الأكتر كمان غيرت طريقة قدام نادي سغرادة اللي هو طبيعي أنه مش قويس وأنت من ساعة ما جيت تدزم عليك سواء في الولاية والولاية والولاية الثانية بتلعب 4-2-3-1 الفترة هل كانت كافية من أن أنت لعبت تسموحها وسفرت كانت كافية أنك تقدر تغير الطريقة وتحفظ لعبتك الطريقة لا استحالة طبعا استحالة خاف خاف على تغير خطة في مباراة سجرادة كان بسبب طريق حامد يعني أحساس أنه ما فيش لعب بعينه بيعود طريق حامد في حط يحط ثلاثة يعني يلعب بيهم في نص المقر تم رجع عمل الألعن في مباراة الوداد طب ده لو بتفكر فيها فكر فيها في الوداد المغربي في المغرب صح أنت في مباراة سجرادة من كنت ممكن ترعب بإمام عشر كنت ممكن ترعب أربعة واحد أربعة واحد ودوس مثلا يعني وكسب المواتش كده لكن في مباراة الوداد كنت محتاجة تبقى مؤمن يعني تمام وبعدين هالمسل برضو التلاتة ليها ومقومات كريمة هي مش بنلعب تلاتة لمجرد وتعال تلاتة راجل متعداد الأهلي لو عملها مستر موسوماني لما عملها عشان عرف أن في ناس عنده بتبدأ الهجمة بشكل كويس قوي ولسه كمان لما بدر بنون يلعب جمي محمد عبد المنعم على الوقت وحمد يفتح ينزل في وسطهم ده الطريقة دي عا تبقى تحفى بالنسبة للأجل أهل طب اشرحها عشان هما برضو الناس ما فهمتش ليه في مباراة سجراتة التلاتة اللي ورا دور كانوا عاملين أزمة يعني التلاتة ما بيعرفوش يتلعب الكرة التلاتة فلات جدا التلاتة ما عدومش تحركات الجانباء يعني يعني أهم حاجة في النقطة الأولانية التلاتة تفاجئوا بيها خاصة أن ما فيش حد فيهم لعب ديفندر أحيانا فيه مدير فني وهو بيحط البلان بتاعه بيجيب لعب احنا كنا يمزى منه اللي بيعرفوه لعب مساك وبيعرفوه لعب ديفندر انت التلاتة ما فيش حد فيهم لعبها موضوع بداية الهجمة مش أي لعب عنده الملكة وكمان بيجى على وقت مثلا الحمد فتحي يبدأ لك الهجمة بس بيبدأها بيكون ظهره للمنافس ووشه لجون عبدالغني أو محمود علاء أو الوينش دايما لما كانوا بيستلموا بيستلموا هو فتح على الخط وضهروا الجون وشايف الملعب كله وكشفوا فالحاجات دي كلها انت مهمة بالنسبة لك أما جيت تغيرها غيرتها في اتنين هفات قدام كان شيكبالة وكان شيكبالة وقاشر لا مش شيكبالة وقاشر وسيسي واللي اتنين اهم مميازات فيهم انه هما لما بيستلم على الخط وبيضحوا لجوه بالكرة لأ هي دي الطريقة دي انت محتاج ان اتنين الهافين دول ساعة الكرة ما توصل لوس الملعب بيتحركوا من غير كرة عشان يخشوا لجوه عشان الاتنين البكات يطيروا صح هما ما بيعملوهاش لعيبة كبار جدا طول ما الكرة في رجله ولازم يستلم على الخط وضهروا الخط عشان يخشوا ويروه صح فما عملوهاش فانت مقفل كمان على البكات بتاعتك فانت مقفل كمان على البكات اه ازا كنت انت ليك الغرض انك تلعها التلاتة عشان البكين يطلعوا صح فدي طبعا حاجات كتيرة قوي اثرت في مرات سغراضة حط نفسه ضغط ورد تاني ورد تالي هو هو يعني هو ما كانش فاهمي الكلام ده و يعني ولا هو كان يعني بص اصلا انا اقول لك حاجة كلمك بصراحة شديدة ساعت كنت بشك زيك كده الرجل ده عايز يخسر واللي بعمله ده مش منطقي بس ارجعقولي نفسي الرجل ده مش عايز يعد ما انا كمدير فني حتى لو مش عايز يعد براحته بس انا كمدير فني مش عايز اخسر مش عايز حتى في السبيب بتاعي اقدر بطلقت من دول ابطال قفلك من دول اول وخسرت مش عايز من سجل يعني النتائج تبقى سلبية حتى لما يجي له اوفر تاني او عرض تاني لا ده نتائجه كي يتخربانه مع الزمانك في الاخ فاكيد برضو ده مش منطقي يعني خلينا اقولك انه هو حاجات معاكس بعض يعني هو مشتت اه يعني هو من الواضح انه هو كان مشتت فالتشتيت ده هو اللي خليه عمل الحاجات اللي احنا بنقول عليه هندي تاني حاجة هو لسه موصلش لمرحلة ان اي نادي يحتاجه او يجي له عروض يفكره انه هو مش معناه الزمانك بشكل مشروعي لانه هو لسه واخد بطولة الدولي وهي البطولة الاهم اللي هي بقالها فترة كبيرة او ما اتخذتش صح فالحالتين اعتقد انه هما كانوا مطمدينه شوية انه انا مدير فن عيجي له عروض في اي وقت طيب ما بعد كارتيرون المفروض يحصل ايه في الزمانك ما بعد كارتيرون طبعا فيه شغل اداري مهم جدا يعني من وقت مجي المستشار المرتضى وجاء امير امير انا قلت قبل كده انه من نوعية الناس اللي بيعرف يكون فرقة والفرقة المكونة حاليا اللي اخد السوبر الافريكي والسوبر المصري وبطولة الدولي امير كان له دول كبير او في تكوينها انت دلوقتي عايجي مدير فني عايب عارف ايمة نادي الزمانك وعارف ان الفريق ده بينافس على بطول قط لازم يكون على اقل بدراية بمجموعة اللاعب الموجودة الحالية علشان هو في نفس الوقت اللي هو عايقش فيه على بطولة الدوري اللي عنده ماتشين فيهم مهمين قراءة بعض وبعد كده عتخش كلها امورات مضغوطة ده عايب ادور كبير اول الكابتل المسامنة بيه انه هو لازم يشرح له الحالة بشكل عاد وفي نفس الوقت عايبقى مدير فني بيبني للسنين اللي جاية والسنين اللي جاية بالنسبة لك لنادي الزمالك انت محتاج السنة الجاية مجموعة عناصر كبيرة جدا عشان تقدر تخش في البطولات سوا الزمالك دلوقتي ايه انا بتقول كده في المقدمة النهاردة لما تبص على تشكيلة الزمالك كلها تقريبا يعني مش كلها عشان ما بليغش تسعين في المية منها لعبين دوليين يعني انت قوليني عندك اسماء كبيرة اشرف من شارق دولي تعال نمسك من الحراس المرمو محمد ابو جبل دولي المسلوسي المسلوسي دولي باتتوح الدولي الوينش دولي محمود علاء دولي اهو دي الخمسة الاولينيين عشور دولي عشور دولي اه بتتكلم في طارق حامل لما يرجع طارق حامل لما يرجع وباما يعني متعلق سيفي دينيك جزيلي من شارق دولي وزيزو دولي ايه 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 ده اتطفق معاك تمام فرقة مفروض فرقة عظيمة عشان كده انا كنت باستغرب جدا يعني ما نفعش يتقال انه الفرقة فيها اه طبعا فيها في مشكلة في الدك نتفق جميعا الدكة محتاجة دعم اكتر شوية بس لا فرقة حلوة تكسم مرتاح تكسم مرتاح انت ما تقدرش تقول انه عندي النواقص اه واضحة لا خاصة كمان الخط يعني الخط الاماية بالنسبة لك هو الخط الاماية بالنسبة لك اه ايجيب جنف اي وقت واي مدير فني معا خمس ست لعيبة اللي انت عدتهم كريم هم اعيباء عنده حيرة في اختيار سواء يوسف اوباما او اشكبالا اه بن شارق اي سي سي اه ازيزو عناصر تختار اي تلاتة بطبيعي ان هم ينزلوا جنوب لك الكوار ويكسبوا الفئة طبعا لكن هي الفكرة في اللي بعد كده انت طارح حامد وساسي او طارح حامد وامام عشور الاتنين دول هم اللي كانوا حقاة السد الاولاني للمدافعين عشان لما يدخل اهداف كتيرة او دخل اهداف كتيرة او في نهاية الزمالك الفترة الاخيرة كله بيحمل المشاكل لخط الظهر لا مشاكل خط الظهر دي ان ما كانش فيه اتنين بيمنعوا على اقل المهاجم حتى كمان ايام زمان كان يقولك اما توصل لخط الظهر بتاعنا تكون منهك ان انت عديت على ناس بتحارب معاك وبتعافر معاك لا ليه من الروح بعيد اوش تعالى الدليل اهو في كيسرهم الافريقية احنا كنا صغيرين بشكلة فاي محترم الاصل في ده كانت اقولك انني وحمد فتح وعمر السلية دول كان هم اللي بيليحوا اللي خلوا اللي ورا شكلهم حلو واعرف انت بتعمل ايه بتقطع وتسلم وتنقل الكراف نص ملعب المنافس واختف جيب جونه وتامم على كده لا انت عندك مشكلة كبيرة ويمكن يعني يمكن الحمد لله انا اول ناس انا قلت اني نادي الزمالك محتاج في مركز الديفندر اللي هي اقل عن اتنين او تلاتة صح وقلنا كمان ان طارق حامد يا جماعة انتم لازم تبصوا مستقبلا لازم تجيب واحد في المواصفات طارق حامد صح انا لما نجحت واخدت بطولات كان عندي تفندر من مواصفات معينة ان هو باورب كتير قوي من معدلات الجارية عنده عالية بيبني هجمة يبقى انا لازم ادور عن مواصفات دي لاني دي اللي نجحتني في الوقت ان انا لما بافشر في ورات كتيرة وقسرت الفترة اللي فاتت يبقى انا عبدأ ادور على ناس عاقس موديد خلينا اقف عند نقطة مهمة جدا ازا مالك معروف انه عنده اكاف قيد ما كانش يقدر يجيب لعيبة في بداية الموسم مفهوم دي خلاص انا اللي كان شغلني في كاسر ربطة ما تشوف شبابك بقى يعني انت كنت في امسل حاجة انك تجرب الشباب اكتر من الاهلي كمان يعني الاهلي عنده تشكيل عسية واحتياطية كاملة فانت محتاج تجرب شبابك اكتر من النادي العيب ما عملش كده كمان ما هو لما بص لما بص الشبابه حتى بص في المراكز اللي هيا مش موجودة يعني هو قال حازم طبعا موجود يبقى يلعب حازم عبدالله جمعة وعبدالشافي لعبه علشان يجهزه هو ده كان بالنسباله اللي هو الفريق اللي هو الصف التاني اما لقى كان عنده مساك واحد لان اتنين في المنتخب جاب حسام المساك الشاب الصغير اللعب جنب عبدالعني والده العواد اما جي في نص الملعب لقى ماجد هاني لان طارق حمد مش اوجود وامام عشور مش موجودين ولعب جنب منه انا ما كملش يعني هو لعب ماجد هاني بكاسر ربطة شوية بس ما يتخلوش يالله طريبا نص ساعة يعني انا بكلمك هو المشروط هو جاب الملعب بتاعه وحط الناس اللي هي موجودة عمر السعيد يوسف وباما الناس دي تلعب بسيسي موجود يلعب ولعب مع الهافرات وده للناس دي على اساس ان هو جاهزة حتى الناس دي لما جانت الفترة اللي فاتت ما ظهرتش في كاسر ربطة كويس ولما جات كمان في الفترة اللي احتاجهم فيها ملاقومش ما نفهم كاسر ربطة كنت تلعب بس آآ عناصر في نص الملعب في مركز الديفندر ومركز المهاجم ما تفكرش في حاجة تانية شوف تلعب بقى اعمل اللي انت عايزه انت جبتوا لخلاص انا كمدير فني عندي هي المشكلة دي في المكان ده صح يبقى انا افضل اجاهز ناس كتيرة قوي عشان لما يرجع الدوليين يكملو صحيح لأ هو كامل انا فهم ان انت ما كنتش تقدر تلعبهم في افراك عشان القايمة بس علىقل في الدوري كنت تقدر تستخدمهم بشكل كويس والله كريم انا يعني كنت بتكلم مع ناس كتيرة في الكرة المدير الفني تعرف برضو حالته وهو مش كارتيرون اللي هو كان في مبارات الدوري مجدود وعايز يكسب ويوجه ويوزي واللعيبة علاقته بيهم كويسة وبتاع كنت حس ان في حالة كده فخر تلت مبارات عادية بالنسبة له يعني الموضوع بالنسبة لي كسبت كسبت ما كسبتش ما كسبتش هاعد 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 امشي امشي مش فرق الاهم من ده كله ان الاهلي والزمالك بيضيفوا لمديرين فنيين كتير جدا صح وبيضيفوا بشكل كبير قوي وبيتحولهم فرص في افريقيا وفي الدول العربية بالاخص ومع ذلك في بعض المديرين الفنيين ما بيقدرواش لازم يكون في تضحيات لانك انت لما جيت نادي الزمالك قبل ما تاخدوا البطولات دي او مسماني قبل ما ييجي النادي الاهلي افتكر حتى في طريق تجديدك انت كنت تتمنى انك تمر نادي الاهلي صحيح انت اللي صورت بمهور النادي الاهلي وقلت ان انا عايزك يبقى دي محتاجة تضحيات كارتيروم برضو نفس الشكل يعني انت النادي الزمالك لما جابك في الولايات الاولى جابك وانت ماشي من النادي الاهلي نتاج مش كويسة صح فانت فين من الكلام دا صح طيب كوبر ولا باتشيكو الاسماء المرشحة حتى الان طبعا ممكن يبقى فيها اسماء اخرى في الايام اللي جاية بس حتى الان كوبر وباتشيكو الاسماء المرشحة لا انا وجهة نظر ان ندور عالجديد برضو اه انا رايي كده لابتفين معك جدا اه بقى يعني باتشيكو جرب حظو معنا زبالكو مكنش موفة اه كوبر عمل شكل كويس قوي للمنتخب وطور من الاداء وطور من الشكل بتاع المنتخب في حدود الامكانيات اللي كانت متاحة ايبا وده خلاص بقت الكرة الحديثة علشان الناس كانت ايام زمان ولغاية دلوقتي يلا يعني ايه عنالعب باربعة اتنين تلاتة واحد نلعب بيها طول السنة مكفي دورش على منافس انا اللي باكسب على طول لقى الكلام ده خلاص دلوقتي احنا شفناه مع مستر كروش شفناه مع كوبر ان كل فرع انت بتلعبها عندها مميزاتها وعندها عيوبها انت بتبني فرقتك على الاساس ايه اتعرف كالوس كيروش بالمناسبة يعني انا كنت مش بتحفظ يعني اللفظ دي على فكرة انه هو انت ليه بتلعب كده هو انت ليه خلينا الدفاعيين هو انت ليه مش بتلعب هجومي الناس بتفتكير طول الوقت او بعض الناس مش كون الناس عفوا يعني انه انت بتلعب لوحدك انك بتلعب قدام السنغال لا منا اللي هاكم السنغال اعرف انت اللي هو فيه تفاصيل يعني لا انا يمكن هي فيه حاجات عندنا بندرسها وبنذاكرها اولا انت بتلعب بتشوف حالة لعبتك وحالة لعب المنافس وامكانياتهم صح انا وصلت كمان دلوقتي للملعب احنا جينا اتكلمنا قبل كده مع بعض على الملعب يعني مثلا ايام زمان كان يقولك ايه اما تيجي تلعب الاهل والزمالك يا سلام لو تلعبه في ملعب دي المساحات بيستغلوها والكلام واستاد الكاهرة تروح انت تبس تلاقي انت في الايتك متكتلة والملعب واسع حتى ومع انك انت واقف صح ومنظم ومع ذلك بتخسر برضو لان الملعب كبير واسع لا الحاجات دي كلها موجودة يعني سادي ومالية على الحالة اللي انت شايفة كمان دلوقتي معنويا الكلام ده كلهم تحتقدروا لا وحالتك البدنية وحالتك الفنية وقوة المنافس اللي قدامك اللي ممكن يبقى عنده افضلات انت انبارح الفربول بيلعب حرس مرمى مندي فتخيل مثلا لو اللاعب ده جالك في حالته اللي هو لعب بها قدام الفربول انت عا تجي فيها مشكلته انه عنده ثبات مرعب في المستوى جدا جدا ده ما بيقلش ان شاء الله يعني ان شاء الله ما شاء الله يعني تخلص فيه مورة مصر يعني اميكانيات لعبتك طبعا انا اقول لحضراتك حاجة احنا الفترة الاخيرة ساديو ماني كان بيلعبها فرفت في البطولة كلها انت ملاحظ اللي يونجن كلوب بقى طبعا هو بيلعبه اللي هو المواجم الواهمي ده دلوقتي هل انت مش عارف ان مستر كروش قاعد انا عبقى حاطط طريقتين او عبقى اتكلم مع الناس اول ما اعمل المعسكر بتاعي يا جماعة لو ساديو بنقول لعب في عمك مين اللي حيارب منه ولو لعب على الطرف مين اللي حيارب منه ولا هل هو عيفكر في المباراة اللي 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 فيها نهائيه صحية صحية فيه تغيرات فيه تغيرات فيه حاجات بتاع السرونت لازم كمدارب تبقى صحي طول الوقت تمام انه هو الناس بتبقى فاكرة انه افرد اسلوب لعبك يا جماعة الكلام ده خلص لا 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 فيش حاجة اسمها كده افرد اسلوب لعبي لما كون انا افرد اسلوب لعبي سنة 2006 و2008 و2010 انا الطب انا القائد الناس كلها هي اللي بتيجي حوالين مني صح دلوقتي لا انت بتلاعب فرق نسب اللاعبين المحترفين عندهم عدد كبير قوي ومش محترفين مثلا بيقعدوا احتياطي كان الاول برضو في كاميرون والكلدوفور والناس دي كلها عندها لعيبة محترفة لكن ملوش دور في فرقته لا انت بتلاعب منتخبات فيها كلهم بيلعبوا اساسي وبيلعبوا فانتها كبيرة فانتها كبيرة لا انا انا بتكلم في انه احيانا الناس انا مش عارفة دايما بيبقى متحاق بيحاول اقولها بيسيها كويسة احنا مش هكو منتخب بصراحة يعني على الورق على قال يعني لما بننزل ملعب بنقدي ومنلعب برجولة وكل شيء بس على الورق بالاسماء المحترفين باسماء اللعبين اللي قدامك لا فيه منتخبات اقوى منك طيب لما يبقى فيه منتخبات اقوى منك وانت تقدر تتعامل مع قدراتك انك توصل لقدراتهم انك توصل لقدراتهم وهي مش قدرات حقيقية عندك بس توصل لها بامور فنية لا حاجة كويسة صح ونجاح فالناس بتبقى فاكرة انه لا احنا جمدين يا سيدي جمدين بس فيه اجمد منك يعني دلوقتي فيه اجمد منك وانت لازم ما هي هي كده يعني هو انت حضرك مسلا لو بتاع تكلم على استران كومبانيا وبتلاقيه بيدافع احنا كمحلين وكمدربين من احترم الراجل بالزبط اصل الراجل مش عينزل يعمل عنطر واروح جاي داخل مهاجم الاهلي ومهاجم الاتحاد ومهاجم سراميكا وانا قدام مني محمد ابراهيم وقدام مني شهادي ومش عارف قدام مني مين واخصال لي تلاتة اربعة ويطلع يعود مع الادارة شفت انا كنت بهاجم النهاردة لا الكرام مش مظبوط يا جماعة خلص اطلاقا نقطة مهمة جدا طيب عايز اغدق للاتحاد شوية بالاتحاد كان ماشي بشكل معقول جدا وبدأت النتائج تدرجع بعض الشيء اه اللي حصل يعني يمكن انا عقدك للبدايات كمان يمكن نادل الاتحاد المسم ده اتعادل خمس مباريات وكسب ثلاث مباريات وخسر مباراتين المباريات كمان هي نسبة التعادل شوية كانت في اسكندرية اعلى شوية اتعادل مع استران كامباني وتعادل النهاردة مع طلع الجيش وكان قبل كده مع اسموحة وكان مع سراميكا وكان متقدم اربعة اتنين هي طبعا امكان انا قلت التدعيمات كانت مهمة جدا في يناير وانا كان عندي قناع عن شبانة لما جيه عبدالله نصيب اللاعب الدولي الاردني الاتنين مساكين دول انا قلت ان هم عادي في المكان ده وابراهيم حسن طبعا جاي من برمتس ابراهيم لعب كويس وامكانياته كويس الناس بقى يعني ان نزع لنا من النتائج ومن حالة التزبزب اللي حصل في الفترة الاخيرة دي لان انت عندك لو عبدالله نصيب ومحمد شبانة المفروض ان هو من افضل مساكيني السنة اللي فاتت معا اسوان لو وصل لحالته على محمد عبدالسلام بقى انت عندك ثلاثة في المكان ده يلعب منهم اتنين هتلاقي نفسك انت قفلت المكان ده خاصة النادي الاتحاد الفترة الاخيرة كلها 11 مباراة في كل مباراة دخل فيه أهداف معادة مباراتين نجونا اللي هو الواق 7-0 وتعادل مع المقصة 0-0 صحيح فمعدة أهداف دخل في مرمات كتير آه جبت بشكل كويس ودي النقطة بقى اللي جابية اللي أنا عايز أخدها يعني أنت لما يبقى عندك قدام كريم الديب وخالد الغندور وعبد الغني وميسي اللعب الصغير اللي جاي وما بقولوله لما يبقى عندك هداف الدوري النهاردة من عندك يبقى أنت فيه ميزة كبيرة جدا في الخط الأمامي الفكرة بقى أن أنت إزاي تيجي تتافع خط الظهر بتاعك اللي هو بقى له فترة مش بيلعب مع بعضه ودي ساعات بسبب يسوات أو يقفات أو الكابتن حسين بيحب دايما يبدل آه عدم الاستقرار في خط الظهر ده أو عدم ثبات التشكيل في خط ده أثر على الفريق بشكل كبير طيب أنت بتكلمي لقتي على أمور فردية أمور اللي هي علاقة بأسماء لعبين طيب الأهداف لما تخش فيك كتير ده برضو فكر تكتيكي وهجومي للكابتن حسين حسين يعني واضح أنه هجوميا هو مركزه هجوميا ومش فريق معي يخش فيه أهداف كتير هل وده خسر الفريق نقط يعني خسر الفريق نقط وممكن يكون الكابتن حسين يقول لك لأ أنا أجيب أهاجم أجيب تهات أربع أهداف يخش فيه يقول أجريم مش مشكلة وده حصل في بعض المتقدم ودخل فيه هدفين وأربع بالزبط فالفكرة أنه ده مش محتاج بعض التعديلات الفنية والتكتكية في الملعب ما هو يعني العناصر العناصر الكابتن حسين بيلعب أربعة اتنين تلاتة واحد أو ساعة بيلعب أربعة تلاتة تلاتة أما بيدي لساعدة صمبرية شوية لكن احنا بنتكلم فيه أن أنا من ساعة الدوري مبادع كريم لغاية النهاردة مفيش تشكيل لنادي الاتحاد ثابت غير مباراتين تقريبا على ما أتذكر فيه وإستران كومباني اللي لعب فيه ومحمد عبد السلام وشبانة اللي اتنين جمعوا بعضه كان صبر رحيد ناحية الشمال وهشام صلاح ناحية اليمين دول المطشين اللي الاتحاد كسبهم وراء بعض يعني حتى في الجدول في الدوري الاتحاد ما كسبش مباراتين وراء بعض من أول الدوري اللي هو الكابتن حسين اللي احنا دايما بنهاجم على طوله وبنجيب أهداف وبتيجي أخطاء فردية بتبوز المنظر اللي حصل ده أما يبقى عندك أنت اتنين هدفين من هدفين الدوري يبقى أنت بتجيب أجوان يبقى هيا الفكرة كلها في الأربعة والاتنين اللي قدام منه مانجا بيجي لوقت إصابة يعني في بعض الأوقات كتيرة قوي كان في عدم توفيق في الإصابات وستلاقي مانجا بشكل كويس ماشي هو مروان عطية يحصل إصابة لمنجا يحط مورو مورو المطش اللي فات مورو لما رجع من التوقف ده كابتن حسين استخدمه كمساك واستخدمه كدفيندر وظهر بشكل كويس قوي اتصاب المطش اللي فات ملعبش النهار ده صحيح فدي حاجات بيبقى فيه متغيرات بتبقى غزنة على مدير فن لكن إزاي برضو أنا خط الظهر والاتنين اللي قدام منهم والاتنين اللي قدامهم الستة دول طول ما هم سبتين الأماكن اللي قدام انت تتغير فيها لأن انت مش محتاج موزيشن في الحتة الأمامة دي لو ضيع انت مش خسران حاجة صحيح إنما الاربعة وحرس المرمى لو ما حفزوش بعض فأي خسارة انت خسران فيها هدف أو فيها خسارة مباراة صحيح طيب أنا سألك وانت قريب طبعا من جمهية الاتحاد طول الوقت بصراحة شديد علاقة جمهية الاتحاد ما زالت بنفس القوة مع الكابتن حسان حسن يعني لا طبعا انت عارف أي فريق أي فريق بيفقد نقاط بخاصة جمهية الاتحاد أو الجمهورية بيبقى دايما عايز المكسب وعنده الطموح يمكن أنا شايف إن بداية الموسم السنة دي الكابتن حسان نقلهم من السنة اللي فاتت طموح مختلف دي حسب حاجة إيجابية لي أنا لما نقلت لهم الطموح إن أنا لازم ألعب أفريقيا والعناصر اللي أنا قلتها دي كريم تقدر إن هي تلعب أفريقيا في ظل الظروف المحيطة بالنادي للتحاد السكندري ما هو أنت كل حاجة متوفرة دي بوقتي يعني إحنا مجلس الإدارة بكادر أستاذ محمد بصلحي موفر كل حاجة سواء إمكانيات مادية ملاعب صلاة جم جديدة يعني كل ما يحتاجه الفريق بيبقى متواجد استقرار على المستوى الإداري حصل في الانتخابات القايمة بالكامل نجحت فدي نقاط كلها مهمة مع الطموح اللي كابتن حسام حسن بيلعب على المركز الرابع فبقى عندهم طموح إنه يلعب أفريقيا النهاردة الجماهير بدأت شايفة الفريق في المركز التاسع وفيه مثلا فيه بعض الفرق لعبت مبارياتي أقل لأ طبعا لازم الجماهير اعتقضى بأصل الجماهير مهما كانت بتحب يوسف حمدي يتحب الكابتن حسام هو ما شوف نتاج متواجد حاجة بالنسبالهم إنه يلوح كسبان ومفروط بالتأكيد هو نادي الاتحاد كده وجماهيره ونفس الاندية كلها الجماهيرية طبعا الجماهير كمان دلوقتي المحلة والمصري والاتحاد بقى عندهم حالة قلق رهيبة من اللي شايفينه في الإسماعيل يعني ده كمان بقى عمل ضغوط عليهم أنا الاتحاد اللي مش يحصل لي حاجة أنا المصري اللي مش يحصل لي حاجة أنا المحلة مش يحصل لي حاجة ده الإسماعيلي شوف الإسماعيلي إسماعيلي حصله لأ فهنا إيه لازم على طول نكسب ونلحق نفسنا صحيح فدي كلها ضغوطات برضو على الجماهير وعلى مجلس الإضاءة صحيح الكابتن الكبير كابتن يوسف حمدي دايما مشرفني ودايما منوارني ودايما بسع بتواجدك معي أشكرك يا كريم وتحت عبرك في أي وقت أشكرك شكرا جزيلا كابتن يوسف لسا مكملين مع حضراتكم أمير عبد الحليم وعمران شافي وكلام كتير عن كرة عالمية وكرة محلية بعد هذا الفاصل هليكم معنا